حتى نفهم نتيجة المعركة يجب أن ننظر إليها بالأهداف التي تحققت أو لم تتحقق من كلا الطرفين وقتها تستطيع أن تعطي حكماً وبما أن هناك سيناريوهات متعددة هناك خمس سيناريوهات سيناريو أن ينتصر طرف على طرف بالضربة القاضية أو بالنقاط هذو الأربعة يعني يا هذا ينتصر بالضربة القاضية أو النقاط أو هذا ينتصر بالضربة القاضية أو النقاط وأن أتصور الأربعة قليلي الإحتمال فسر لنا أكثر دكتور يعني مثلاً إذا استطاعت مثلاً إسرائيل أن تقهر المقاومة وتسحق تماماً وتمسك وتقتل عشرات الألوف وتقتل قيادة المقاومة وتنهي الموضوع هذا ضربة قاضية نعم أنهت المقاومة وصحقتها طبعاً هذا له تبعات أخرى بما فيه الشمال يعني الشمال قال أنا لم أتدخل تدخل مباشراً إلا إذا كان هذا السيناريو قائم تقصد حزب الله حزب الله نعم هذا ضربة قاضية هذا السيناريو السيناريو الآخر أن يضرب الجيش لإسرائيل يموت في عشرة الآلاف وتعطب كله وينسحب هذا أيضاً يعني ضربة قاضية للمقاومة شبه قاضية يعني لا هذا أنا أتصور أنه محتمل كثير ولا هذا محتمل كثير ولكن السيناريو هين الأمر الآخر هي الضربة هي الهزيمة أو الغلبة أو الانتصار بالنقاط أنك أنت تبدأ تحاصر وتستنزف وتحاصر وتستنزف حتى طرف من الأطراف ينصع لبعض الأهداف ويتنازل عن أهدافه يعني مثلاً إذا قبلت المقاومة أن تخرج الأسرة نظير أن يخرج زي ما حدث عام 1982 مع المقاومة أن يخرج قيادة المقاومة ويبتعدوا وينتهي الوضع في حماس ولكن يعني ما زالت جنودها موجودين ولكن أبعدوا هذا انتصار ولكن بالنقاط وهذا طبعاً أيضاً لا أتوقعه لا أتوقع أن رجال المقاومة سيرحلون إما النصر أو الشهادة أنا أعتقد هذه المسألة واضحة لديهم كذلك على الجانب الآخر الإسرائيلي أنك تجبره على الانسحاب أعتقد هذا السيناريو أن تغلبهم بالنقاط بحيث أن يكون هناك تبادل أسرة وأن يكون هناك بعض الأمور المتعلقة بالانسحابات أعتقد هذا قد يكون احتماليته أكثر من احتمالية هزيمة المقاومة الأمر المحتمل الأكبر هو ما يسمى بستيل ميت اللي هو التعادل أنك أنت أدميته وهو أدماك أنت انتصرت عليه في بعض الأمور وهو كذلك يعني طبعا إحنا نتصور أن الجزء التدمير الذي حدث لغزة والمعاناة الشديدة والقتل وهذا هذا جزء من الخسارة يعني لا شك يعني وبالتالي يكون هناك تسوية سياسية الذي لا نريده أن يكون ما لم يأخذه عسكريا يأخذه سياسيا وهذه مسألة أيضا قائمة لأن هناك ضغوط شديدة من كل الأنظمة القائمة هنا حتى بمهل الأنظمة الصديقة ترجمة نانسي قنقر